قدم جاني أنفانتينو قال حضارة مصر ملهمة واستاذ قاهرة له سحر خاص وافتتاح كأس إفريقيا مبهر الحقيقة كل الناس الحقيقة بتتكلم عن الافتتاح وهذا الافتتاح الرائع جدا الحقيقة والكل اللي بيتكلم عليه بمنتهى النجاح والإبهار والفخر لنا كمصريين أن نظهر بهذا الشكل وبهذا الإسلوب من زمان جدا جدا كلنا كنا بنتكلم وكلنا كنا بنقول يا جماعة المصريين لما بيعوزوا يعملوا حاجة بيعملوها كلمة دي لما كنا بنقولها الناس كانت تعطي بصولنا كده يعني تقولنا إزاي لكن هذه هي الحقيقة زي ما حضارتكم شفته كل اللي حضارتكم شفتون بارح بأيدي الشباب المصريين كل اللي حضارتكم شفتون بارح استاذ القاهرة ده كل حاجة حصلت في استاذ القاهرة بأيدي الشباب المصريين الشباب المصري لما بيكون عنده قيادة فهمة وحطة في دماغها حاجة هم كمان بيحطوا في دماغهم اللي عايزين يعملوه وبيظهر بهذا الشكل وبهذا المستوى بعيدا بقى عن كل الكلام اللي بيتقال الشباب هو عماد هذه الدولة خلال الفترة القادمة ويجب أن نكون كلنا الحقيقة خلف قيادتنا السياسية والقيادات الرياضية الموجودة في كل أماكنها عشان الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا سويسري جاني أمفنتينو قال أو أدى سعادته بالتواجد في القاهرة على هامش حضور افتتاح بطولة كاسلهم الأفريقية وقال أنه يكون دائما سعيد بالتواجد في إفريقيا حيث يجد الشغف بكرة القدم قويا ورائعا ولكنه يرى أن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة قال أيضا حضارة مصر ملهمة للبشرية وساعدت بالتواجد في مصر وهذا الملعب الرائع الذي يمتلك سحر خاص ونجحت مصر في تقديم ليلة استثنائية في القرى السمراء والعالم أجمع وبعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استثنائية بعدما شاهدت حفل افتتاح مبهر لبطولة ينتظرها الجميع لما تضمه من منتخبات بمستوى متميز أيضا قال أود أن أشكر الرئيس على كرام الضيافة والشعور بالترحاب الشديد في هذا البلد صاحب التاريخ الكبير الحقيقة النهاردة وأنا باتكلم أو إحنا بنتكلم عن بدايتنا النهاردة حنتكلم مع حضراتكم في إيه الحقيقة اتكلمنا أو أنا ومجموعة العمل اتكلمنا إن إحنا عايزين نتكلم أكتر عن المشاهد اللي حصلت في استاذ القاهرة المشاهد اللي لو كنا شفناها برة كنت هتلاقي الفيديو ده بيلف العالم كله بيلف الفيسبوك وبيلف في كل حتة وقولك أهو شايفين اليابانيين بينظفوا إزاي شايفين الاندونيسيين بيعملوا إيه شايفين اللي مش عارف الشباب بعدما بيخلصوا المباراة بيقلبوا أهو الشباب اللي أمام حضراتكم ده دول شباب مصريين محدش قال لهم اعملوا كده محدش قال لهم اعملوا كده هم من نفسهم شايفوا إن بعد المباراة الحتة اللي هم قاعدين فيها محتاجة ان هي تتنظف عملوا ايه? وكلها حاجات زي ما حضراتكم شايفين. ده صندوق ازازة ازاز مية بياخدوه وحطوا فيه كل اللي حضراتكم شايفينه ده. الورق اللي مرمي على الارض حاجة مرمية كده حاجة مرمية كده. ايه اللي هيحصل لما يتم الاشادة بهذا المنظر وبهذا الشكل وبهذا الفيديو زي ما حضراتكم شايفين كده. هل لو كان الشعب الياباني الشقيق مثلا عمل كده كنت هتلاقي الفيديو ده يقول لك اه الشباب المصري يتعلم الشباب المصري يعمل طب ما هو? عايزين الفيديو الفيديو ده يلف في العالم كله. الفيديو ده يلف في العالم كله. الله شمعنا فيديوهات اليابانيين والاندونسيين والمش عارف اللي مي كلهم طبعا بلاد محترمة وجمدين جدا وفوق دماغنا من فوق. ولكن الشباب المصري زي ما حضراتكم شايفين الشباب المصري. الشباب المصري بينظف وراه. لقوا حاجات مرمية وحاجات معمولة وبتاع مش هل وحط يعني انا في الاستوديو لقيت حاجة واقعة مع اني بلاقي دايما الاستوديو نضيف. علاقي حاجة واقعة حاخده حطه. حاجة محترمة حاجة جميلة جدا جدا جدا. يجب ان تتم الاشادة بمثل هذه الظروف. بمثل هذا الشكل. بمثل هذه الناس. هو ده هي دي النوعية اللي احنا محتاجينها. هي دي نوعية الشباب اللي احنا محتاجينها خلال الفترة اللي جاية. هي دي نوعية الناس اللي احنا عايزينهم الفترة اللي جاية. الناس اللي مركزة جدا في شغلها وفي نفس الوقت. الشباب خايف على بلده. مركز في شغله جدا 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 جدا. ولكن في نفس الوقت خايف على بلده. خايف على الكرسي الجديد اللي اتعمل. خايف على الشكل الكراسي الجديدة وشكل السادق قاهرة اللي اتعمل حقيقة يستحق يعني مية سقفة مية سقفة الحقيقة لهذا الشباب الرائع الواعد يعني انا كمان شايف ان السيد الرئيس برضو النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي اشاد قال انا فخور بهذا النموذج المحترم للشباب الوطن على تقدمهم صورة مشارفة لمصرين العزيزة امام العالم اجمع ادامكم الله نعمة على هذا الوطن بالفعل ادام الله الشباب نعمة على هذا الوطن زي ما حضراتكم شايفين كلهم شباب كلهم ناس حتى لو كانوا شغالين في الاستاد حتى لو دول شافوا شغلهم او اعضاء من اللجنة المنظمة ولا حاجة شافوا شغلهم وبعدين لقوا حتة ينظفوها ما ينظفوها ايه المشكلة ايه المشكلة هل اتقال عليهم اصلوا دول وحشين اصلوا دول كخة بالعكس الكل بيشيد بكل هؤلاء الشباب والحقيقة زي ما بيقول لحضراتكم ان هما دول الشباب النموذج لكل الشباب المصري الشباب المصري لما بيقوز يعمل حاجة بيعملها الشباب المصري لما بيفكر في شيء بيعمله الشباب المصري لما بيخاف على بلده بيعمل اكتر من كده حاجة جميلة جدا 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 انا بشكر هؤلاء الشباب وبشكرهم على هذا المنظر الرائع وكالعادة الحقيقة الشباب المصري بيبهر العالم اه هقول كده وحطاه في عين اي حد بيتكلم في هذا الموضوع هحطاه في عين كل واحد بيقول اصل الشعب الياباني الشقيق بيعمل كذا الشعب الاندونيسي كلهم شعوب محترمة والشباب العالم كله شباب محترم ولكن زي ما بتشيده بالشباب اليابانيين والاندونيسيين وكذا وكذا انا شفت الفيديوهات كده كتير الحقيقة في ملاعب كتير من حق الشباب المصري ان تتم الاشهادة بيه تحية كبيرة لحضراتكم على الاقل علمتونا حاجة او عرفنا منكم حاجة تستحق ان احنا نقول ان شبابنا ادها وقدود لما يتحط في اي ظروف لما بيتحط في اي ظروف بيثبت قد ايه ان هما ناس عندهم المقدرة على ان هما يشيلوا المسئولية بجد بجد مشكلة انا مبسوط جدا وسعيد جدا وفرحان جدا الحقيقة بننبالح بقول لحضراتكم انا ما تفرقتش على حفل الافتتاح على الهواء مباشرة لان كنت مع حضراتكم هنا على الهواء تفرقت عليه بقى لما روحت بجد حاجة مبهرة حاجة جميلة يعني الاحساس اللي حضرتك حسيته وانت في الاستاد او انت قاعد بتتفرج انا حسيته بالليل الساعة اتنين تلاتة بالليل لما عبتت فرجت على حفل الافتتاح حاجة جميلة حاجة كده تخليك مبسوط وسعيد ونمت من زمان الواحد منامش وهو مبسوط وسعيد كده كايني العبت مطش وكسبنا فيه عشرة وانا اللي عامل العشرة جواه مش ان اللي انا اللي جايبهم بالنسبال انا كباك اي واي باك اللي بيعمل الجون بالنسبالي او بالنسبال اي باك لما بيعمل جون بالنسباله دي بتبقى سعادة كبيرة طبعا لما بيجيب جون بيبقى سعيد وكل حاجة ولكن عشان الباكات ما بيجيبوش جوان كتير يعني فان احنا نجيب الجون او ان احنا نعمل جون فبالنسبالنا سعادة كبيرة جدا جدا احنا عملنا كسبنا مبارح العالم كله مية صفر بهذا الشباب او خمسة وسبعين الف صفر خمسة وسبعين متفرق كانوا متواجدين مبارح في استاد القاهرة قدموا مثال للتشجيع المحترم للتشجيع الحر للتشجيع المثالي اللي احنا محتاجينه خلال الفترة اللي جاية جمهور محترم حفل افتتاح محترم كل شيء مبارح الحقيقة عدى على اكمل وجهة نتمنى ان شاء الله ان البطولة تكمل على خير اشتركوا في القناة